من الأسئلة المتكررة ووردت مراراً وكراراً ما هو أفضل عمل يقوم به الإنسان يقربه من إمام زمانه ويا ليتنا نقوم بذلك أعيد قراءة السؤال ما هو أفضل عمل يقوم به الإنسان يقربه من إمامه أجيب أولاً على هذا السؤال بحسب فهمي وليس بالضرورة ما يصل إليه فهمي يكون صحيحاً أعرض إجابتي والأمر راجع إلى تمييزكم وإلى تمحيصكم ما هو أفضل عمل يقوم به الإنسان يقربه من إمامه بحسب فهمي أن يقوم الإنسان بما يجب عليه اتجاه إمام زمانه هذا هو الذي يقربه وهذا هو أفضل عمل يمكن للإنسان أن يقوم به بل يجب على الإنسان أن يقوم به أفضل عمل يقرب الإنسان من إمام زمانه أن يقوم بما يجب عليه اتجاه إمام زمانه وقد يسأل سائل وماذا يجب على المرء اتجاه إمام زمانه هناك عنوان واضح جدا إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه وهذا الواجب الذي يجب علينا أن نتحرك باتجاهه ما يجب علينا اتجاه إمام زماننا هو إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه قد يقول قائل هذا عنوان وسيع وفسيح وصائب وصحيح جدا ما يقوله هذا القائل من أن هذا العنوان إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه عنوان واسع وفسيح جدا وإنما تأتي الفسحة في هذا الأمر وتظهر السعة بينة لأن إحياء أمره ليس محصورا بعنوان معين إحياء أمر إمام زماننا مداره المشروع المهدوي الأعظم كيف يكون ذلك يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة وباختلاف الإمكانات وباختلاف الموانع وباختلاف المواهب والقدرات وباختلاف الأجواء السياسية الاجتماعية الدينية الاقتصادية باختلاف المجتمعات والأمم والأشخاص هناك عنوان عام الذي يجب علينا اتجاه إمام زماننا إحياء أمره مدار هذا الإحياء مضمون هذا الأمر هو المشروع المهدوي الأعظم كيف نحقق هذا الإحياء عملياً يختلف من زمان إلى زمان من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص لكن هناك أمر لا بد من تحقيقه قبل كل شيء إزالة الموانع لا بد أن نزيل الموانع التي تعيقنا وتعيق حركتنا ونحن نتحرك باتجاه إحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك موانع هناك معوقات من أوضح هذه الموانع ومن أصرح هذه المعوقات الولائج أولاً الصنمية ثانياً وكلاهما يرتبط أحدهما بالآخر من جهة واحدة أو من عدة جهات الولائج والصنمية عناوين لموانع وعوائق تقف في طريقنا تحول ما بيننا وبين خدمة إمام زماننا بالنحو الذي يريده هو لا بالنحو الذي نريده نحن مشكلة مشكلة الشيعة هي هذه مشكلة الشيعة تتلخص في أنهم يريدون أن يصنعوا قالباً لمحمد وآل محمد وفعلاً وفعلاً صنع هذا القالب في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ولا بد أن ندخل آل محمد في هذا القالب فما يأتي منسجماً مع هذا القالب هو هذا الذي نتعامل معه وما يكون ليس منسجماً مع هذا القالب هو هذا الذي نرفضه ونستنكره ونعاديه وتلك مشكلة كبيرة جداً ولست بصدد مناقشتها لأنني أريد أن أتحدث عن جهات أخرى نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ماذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان لشيخنا المحدث القمي شيخ عباس القمي رحمة الله عليه ماذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة ومن كل وليجة دونكم الولائج الجهات التي يرتبط بها الإنسان أكانت تلك الجهة فردا حزبا مجموعة بالنتيجة هناك جهة وهذه الجهة يتمازج الإنسان فكريا مع أفكارها وعاطفيا مع عواطفها يحب ويبغض ويوالي ويتبرأ ويحسن ويقبح ويقبل ويرفض وفقا لقناعاتها لأعرافها لقوانينها وتسير أمور حياته بهذا الاتجاه باتجاه تلك الوليجة 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 مثل ما قلت قد تكون شخصا واحدا قد تكون زعيما دينيا زعيما سياسيا زعيما فكريا رمزا من الرموز الاجتماعية يمكن أن تكون حزبا منظمة مجموعة اتجاها فلسفيا معينا تمثله شخصيات معينة رموز معينة مجموعات معينة وهكذا الوليجة جهة تلج بأفكارها إلى عقل الإنسان وإلى قلبه هذه هي الوليجة هنا في الزيارة الشريفة يتبرأ الزائر من كل وليجة وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت إلى أن تقول الزيارة الشريفة ومن كل وليجة دونكم كل هذه العناوين التي مرت في هذه الجمل والعبارات هي ولائج حينما يقول الزائر وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم تلاحظون كيف أن الأمة منذ شهادة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كيف سمحت للسقيفة وفروعها أن تكون وليجة تلج إلى عقل الأمة وإلى قلبها وتربعت وجلست وتحكمت السقيفة في عقل الأمة وفي قلبها وإلى هذه اللحظة فكل تلك العناوين هي ولائج اتخذت من دون رسول الله وآل رسول الله وليس الأمر ينحصر في هذه العناوين الزيارة عددت هذه العناوين وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين المنحرفين عنكم هذه العناوين أعتقد أنها واضحة بالنسبة إليكم هذه الولائج التي اتخذتها الأمة بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فولجت هذه العناوين وولجت هذه الجهات إلى قلب الأمة وإلى عقلها فاتجهت الأمة بالاتجاه الذي رسمته هذه الولائج وفي الواقع الشيعي هناك ما يماثل ذلك فإن الشيعة لم يفتح الأبواب لتلك الولائج وإنما صنعوا ولائج في الواقع الشيعي فحينما تسرب الفكر الناصبي إلى ساحة الثقافة الشيعية وإلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى ونشأت شخصيات وجهات ورموز ومرجعيات تتبنى ذلك الفكرة البعيد عن منهج محمد وآل محمد نشأت ولائج جديدة وهذه الولائج اتخذت طريقها إلى عقل الأمة الشيعية وقلبها وهكذا اتخذت ولائج من دون محمد وآل محمد في الواقع الشيعي بعيدا عن السقيفة وتفاريعها الظاهرة الواضحة وإنما تسرب إلينا فكر السقيفة بصور أخرى تسرب إلينا فكر السقيفة بثياب جديد صبغت السقيفة في ساحة الثقافة الشيعية بصبغة أخرى بمسميات وعناوين لكن في نهاية الأمر هي ولائج ولائج اتخذت من دون محمد وآل محمد طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هذه الكلمة المهدوية الصريحة الواضحة تعلن عن هذه الحقيقة مساوق لإنكارنا مساوق لإنكارنا يعني مساوق لإنكارنا فالبراءة من كل وليجة القرآن في سورة التوبة وفي الآية السادسة بعد العاشرة أم حسبتم أن تتركوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا لَمُؤْمِنِينَ وَلَيْجَةَ والله خبير بما تعملون هذه هي الآية السادسة بعد العاشرة من سورة التوبة الآية واضحة وصريحة جدا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه فهذه الولائج التي أشارت إليها الزيارة الجامعة الكبيرة هي هذه إنها ولائج تتخذ من دون الله ورسوله والمؤمنين والمؤمنون هنا بحسب أحاديث أهل بيت العصمة إنهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو المجلد الثالث من تفسير البرهان السيد هاشم البحراني الكتاب الذي جمع فيه سيد هاشم البحراني ما استطاع أن يجمعه من حديث محمد وآل محمد في بيان معاني القرآن صفحة ثلاثمائة وثمانين وهو ينقل الرواية عن الكاف الشريف والرواية موجودة في الجزء الأول من الكاف الشريف عن إسحاق ابن محمد النخعي قال حدثني سفيان ابن محمد الضبعي قال كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليج كتبت إلى أبي محمد يشير إلى إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليج وهو قول الله تعالى ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليج وقلت في نفسي لا في الكتاب من ترى المؤمنين ها هنا فرجع الجواب الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر فيرتبط به يكون هذا الارتباط ارتباطا عقليا ارتباطا قلبيا ارتباطا عمليا وواقعيا على الأرض فرجع الجواب الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر بغض النظر قد يكون شخصا وقد تكون جهة من الجهات وحدثت وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانه هذا هو معنى المؤمنين هنا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليج وهذا التساؤل لم يكن في الورقة التي قد كتب سؤاله فيها في الورقة كتب سؤالا عن معنى الوليج وكان التساؤل هذا في نفسه فالإمام أجابه على السؤال المكتوب وعلى السؤال غير المكتوب هذا المضمون يتجلى لنا في كلمات المعصومين حين يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة القراءة والكتاب فيقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ يقرأ ما كتب ويقرأ ما لم يكتب وهذا مصداق من هذه المصادق والحديث عن إمامنا الحسن الزكي العسكري صلى الله وسلامه عليه وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم يؤمنون على الله أن يعطون الأمان لمن يريدون أن يعطوه الأمان وإن الله سبحانه وتعالى يعطي الأمان لمن يعطونه الأمان فهم أمان الخائفين ولذا عنوان البرنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان العنوان واضح يأتي منسجما ومنطبقا تمام الانسجام وتمام الانطباق مع هذا المضمون إننا نطلب الأمان من إمام زماننا أن نكون في مأمن من كل وليجة من دونه صلوات الله وسلامه عليه نطلب الأمان أمان الدين والدنيا والآخرة الأمان الأمان يا صاحب الزمان فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم صفحة 381 الرواية السادسة ينقلها سيد عاشم البحراني عن تفسير العياشي عن ابن أبان قال سمعت أبا عبد الله وهذه الرواية جميلة جدا هذه الرواية وهذا الحديث لكم أبنائي وبناتي عن ابن أبان قال سمعت أبا عبد الله إمامنا إمامنا الصادق يقول يا معشر الأحداث المراد من الأحداث هذا المصطلح في كلمات أهل بيت العصمة الشباب يا معشر الشباب يا معشر الأحداث ماذا يريد الإمام الصادق منكم أنتم أيها المنتظرون أيتها المنتظرات أبنائي وبناتي ماذا يريد إمامكم الصادق منكم يا معشر الأحداث اتقوا الله وماذا بعد ولا تأتوا الرؤساء هؤلاء الذين يطلبون الرئاسة والحديث هنا بالدرجة الأولى عن الذين يطلبون الرئاسة الدينية عن طلاب المرجعية والزعامة الدينية وكل بحسبه هناك من يطلب الزعامة الدينية في قرية صغيرة بحسب همته وبحسب ما يتوفر لديه مما يستطيع أن يفعله في الواقع وهناك من يطلب الزعامة في مدينة صغيرة في مدينة كبيرة في بلد كبير في دولة من الدول في أمة من الأمام الناس تختلف هممها وتختلف درجات عزمها وتختلف إمكاناتها وظروفها يا معشر الأحداث يا شباب الشيعة اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء دعوهم دعوهم حتى يصيروا أذنابا متى حين يفشلون دعوهم دعوهم حتى يصيروا أذنابا حين يفشلون حينئذ إذا أردتم أن تقيموا علاقات معهم لا بأس بذلك ولكن تركوهم دعوهم حتى يصيروا أذنابا فحينئذ لو كانت هناك علاقة قطعا علاقة عابرة الحديث عن علاقات عابرة معهم لو كانت لا ضير فيها أما حينما يكونون في معمعة الرئاسة وحينما يدورون في دوامة الرئاسة والحديث عن الرئاسة الدينية بالدرجة الأولى فالرئاسة الدنيوية أقل خطرا بكثير وكثير وكثير من الرئاسة الدينية يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يصيروا أذنابا لا تتخذوا الرجال ولا إج من دون الله أنا والله خير لكم منهم الإمام الصادق إمام زماننا أنا والله بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أنا والله خير لكم منهم ثم ضرب بيده إلى صدره ضرب بيده إلى صدره أشار إلى صدره الشريف هذه الرواية وهذه الكلمات في غاية الخطورة وفي منتهى الأهمية الواضحة أقرأها مرة أخرى عليكم يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يصيروا أذنابا الإمام هنا لا يريد ملكهم أن تقيموا علاقات معهم حين يصيرون أذنابا ولكنه يقول من أن الخطر سيكون موجودا وقائما ما دام في معمعة الرئاسة فإذا ما فشلت رئاستهم وتراجعوا وصاروا أذنابا فإن الخطر الأكبر قد زال يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء دعوهم حتى يصيروا أذنابا لا تتخذوا الرجال ولا إج من دون الله وتسمحوا لهم أن يتربعوا على عقولكم وعلى قلوبكم مهما كانوا تحت أية صفة من الصفات لربما من أخطري ومن أوضحي معاني الولائج هم مراجع الدين علماء الدين حينما يجلسهم الإنسان المتدين في غير مجلسهم وحينما يضعهم في موضع الإمام المعصوم وتلك طامة كبرى فالسؤال الذي بدأت به عن أفضل عمل يقربنا إلى إمام زماننا قلت هو إحياء أمره ولكننا لن نستطيع أن نخطو الخطوة الصحيحة باتجاه إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه ما لم نمسح ونلقي بهذه العوائق والموانع جانبا وأهمها الولائج والصنمية والعنوانان يرتبط أحدهما بالآخر بشكل واضح لا تتخذ الرجال ولائج من دون الله ثم يقول إمامنا الصادق أنا أو إن في نسخة إن يعني العترة الطاهرة إنا والله خير لكم منهم ثم ضرب بيده إلى صدره الرواية التي بعدها عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبو الصباح إياكم والولائج إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت أكانت هذه الوليجة تمت بصلة مباشرة إلى السقيفة أو كانت تمت بصلة إلى أي جهة إلى أي رمز شيعي نصب نفسه في موضع الإمام المعصوم أو جاءنا بمنهج ناصبي هو يزعم هذا هو منهج الإمام المعصوم وحين نفتش عنه فإننا نجد القذارات والقذارات والقذارات التي جاءنا بها من تلك العيون القذرة الكدرة التي هي عيونهم عيون النواصب وعيون المخالفين لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا أبا الصباح إمامنا الباقر يقول يا أبا الصباح إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت نعود إلى الزيارة الجامعة الكبيرة وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت إلى أن تقول الزيارة الشريفة ومن كل وليجة دونكم نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم وفي معاني الأخبار لشيخنا الصدوق وهذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قوم المقدسة صفحة 272 وهذه الرواية وأختها الأخرى التي سأقرأها عليكم مرارا وكرارا أرددهما في برامجي لأهمية هاتين الروايتين الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو عبد الله إمامنا صادق صلوات الله عليه إياك والرئاسة الإمام الصادق يوجه خطابه إلى أبي حمزة الثمالي إياك والرئاسة إياك والرئاسة إياك أن تطلبها وإياك أن تطع أعقاب الرجال أن تطع أعقاب الرجال أن تسير وراءهم إياك والرئاسة إياك أن تطلبها أنت والحديث هنا عن الرئاسة الدينية بالدرجة الأولى مفاسد الرئاسة الدنيوية لا تعد بشيء إذا ما أردنا قياسها بمفاسد الرئاسة الدينية بل أن مفاسد الرئاسة الدنيوية هي فرع صغير من فروع مفاسد الرئاسة الدينية وفي كل العصور ليس في عصر معين الإمام الصادق يقول لأبي حمزة الثمالي إياك والرئاسة إياك أن تطلبها وإياك أن تطع أعقاب الرجال وإياك أن تكون داعية لرئاسة رئيس ما أن تكون داعية لمرجعية مرجع ما في الدين في السياسة في أي أمر من الأمور إياك والرئاسة وإياك أن تطع أعقاب الرجال فقلت جعلت في ذاك أما الرئاسة فقد عرفتها فإنك تنهاني أن أطلب الرئاسة وأما أن أطع أعقاب الرجال فما ثلثة ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال ثلثة ما عندي من العلم فإن أبا حمزة يتحدث هنا عن العلم الديني يقول إن ثلثي ما عندي من العلم هو لأنني أطأ أعقاب الرجال أنني أتبع العلماء وأبحث عنهم فقلت جعلت في ذاك أما الرئاسة فقد عرفتها وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثة ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال فقال ليس حيث تذهب إنني لا أنهاك أن تتابع العلماء وأن تحترم العلماء وأن تطيع العلماء في الحق إنني لا أنهاك عن هذا ليس حيث تذهب إياك أن تنصب رجلا دون الحجة أن تضعه في موضع الحجة إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال لأننا لا نستطيع أن نجد أحدا يمكن أن نصدقه في كل ما يقول لا يمكن يمكن أن نجد أحدا في اختصاص معين يمكن بالتجربة وبالبراهين أن نصدقه في مجال اختصاصه ولكن أن نصدقه في كل شيء لا يمكن ذلك مرجع التقليد مثلا مجال اختصاصه الذي يمكننا أن نصدقه بالنسبة للذين يقلدونه في حدود المسائل الشرعية غير الضرورية أما في باب العقيدة في باب العقيدة لا يجوز تقليد المرجع في المعتقدات يمكننا أن نناقشه يمكننا أن نرد عليه يمكننا أن نختلف معه وبحسب ما هو موجود على أرض الواقع فإن عقائد أكثر مراجع الشيعة فيها خلل فهذا واضح واضح من كتبهم وواضح من كلامهم وأحاديثهم هناك خلل عقائدي واضح في علاقة أكثر مراجع الشيعة بإمام زماننا بشكل خاص أو بمحمد وآل محمد بنحو عام كتبهم دالة على ذلك أقوالهم صريحة شاهدة على ذلك وقد عرضت مما يدور في هذه الأجواء الكثير والكثير في برامجي وسأعرض أكثر مما تقدم فيما يأتي من الأيام إن كانت هناك ضرورة لأجل بيان الحقائق ولأجل أن نضع النقاط على حروفها ماذا قال إمامنا الصادق لأبي حمزة الثمالي إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال أن تنصب رجلا دون الحجة قطعا ليس الحديث عن الأطباء يمكن أن يشملهم في جهة من الجهاد وليس الحديث عن علماء الكيمياء والفيزياء الحديث عن رجال الدين الحديث عن مراجع الأمة وفقهائها فإننا نصدق هؤلاء إذا كانت معالم الصدق واضحة عندهم ونقبل أقوالهم بالنسبة للذين يقلدونهم لا بالنسبة لي أنا الذي لا أقلدهم لا أقلد أحدا منهم للذين يقلدونهم يحق لهم أن يصدقوهم في أي دائرة لا في دائرة المعتقدات ولا في دائرة تفسير القرآن ولا في دائرة قراءة التأريخ ولا في دائرة الفكر والثقافة العامة ولا في دائرة الأحكام الضرورية الفتاوى الضرورية المسائل الضرورية المعروفة للجميع وإنما في دائرة الأحكام غير الضرورية التي هي ليست معروفة عند الجميع ولا يكون هناك من تقليد في موضوعات تلك الأحكام يعني في الجهة التطبيقية والعملية لتلك الأحكام على أرض الواقع وإنما التقليد يكون في الجانب النظري فقط للأحكام في حدود المسائل النظرية وتلك مساحة معدودة هذا هو التقليد عند آل محمد أما أن نصدق مرجع التقليد في معتقداتنا وفي تفسير القرآن وهو يخالف أهل البيت ما معنى هذا الكلام هذا الكلام لا صلة له بدين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه سلامه عليهم أجمعين إياك 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 أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال الرواية الثانية التي هي أخت هذه الرواية وأقرأها أيضا من معاني الأخبار لشيخنا الصدق رحمة الله عليه صفحة 283 وثلاثة وثمانين الرواية عن سفيان بن خالد قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق يا سفيان إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك إياك والرئاسة أن تطلب الرئاسة بنفسك والحديث بالدرجة الأولى عن الرئاسة الدينية يا سفيان إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك فقلت له جعلت في ذاك الحديث عن الهلاك ليس عن الهلاك المادي مثلا أن يقتل وإنما الحديث عن الهلاك عن هلاك الديني عن هلاك الهدى يا سفيان إياك والرئاسة فما طلبها أحد إلا هلك فقلت له جعلت في ذاك قد هلكنا نحن شيعتك قد هلكنا إذ ليس أحد من إلا وهو يحب أن يذكر أن يذكر بخير بين الناس ويقصد ويؤخذ عنه وأن يقصده طلاب العلم وأن يقصده طلاب الدين كي يأخذ دينهم ويأخذ علم دينهم منه فقلت له جعلت في ذاك قد هلكنا إذ ليس أحد مننا نحن من علماء أصحابك إذ ليس أحد مننا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه فقال ليس حيث تذهب إليه إنني لا أتحدث عن أن يكون الإنسان عالما يحب العلم ويحب التعليم ويحب أن ينشر علمه ويحب للناس أن يقصدوه ويتعلم منه إنني لا أتحدث عن هذا فقال ليس حيث تذهب إليه إنما ذلك إنني أتحدث عن هذا الموضوع عن أي موضوع يا ابن رسول الله إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحج إنني أتحدث عن هذا إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحج فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله طامة كبيرة خطر كبير أن تنصب رجلا دون الحج فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله تلاحظون أن الولائج التي تتخذ من دون إمام زماننا وأن الصنمية يلتقياني ويتماهى هذا المعنى مع هذا المعنى فهاتان الروايتان الرواية التي رواها لنا أبو حمزة الثمالي والرواية التي رواها لنا سفيان بن خالد والروايتان عن إمامنا الصادق اللتان قرأتهما عليكم قبل قليل الروايتان تتحدثان عن الصنمية بشكل واضح إياك أن تنصب رجلا دون الحج فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله لا تتخذ الرجال ولائج فإن كل وليجة دوننا هكذا يقول إمامنا الباقر ويتحدث مع أبي الصباح الكنان فإن كل وليجة دوننا طاغوت إياكم والولائج إذا ما أردنا أن نعود إلى الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن شؤنات عصر غيبة إمام زماننا إنها تتحدث بشكل واضح عن اتخاذ الشيعة الولائج أخطر حاجز يحول فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم حينما يتخذون الولائج وحينما ينصبون أشخاصا أو جهات أو منظمات أو اتجاهات عبر ما شئت أن تعبر وتتمازج عقولهم وقلوبهم مع هذه الجهات بحيث يلجو فكر تلك الجهات إلى العقل الشيعي وإلى القلب الشيعي وليس من مجال ومحل حينئذ لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لماذا هناك قانون واضح قانون بينته سورة الأحزاب إذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب وإلى الآية الرابعة بعد البسملة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الحديث عن قلب الإنسان الذي ليس فيه إلا من محل لاتجاه واحد للإمام المعصوم فحينما نأتي بوليجة من دونه فلا محل للإمام المعصوم حينئذ وهذا المعنى بيّنته رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم الشريفة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه خلاصة ما تقدم من حديث أولا البرنامج هذا للإجابة على ما يمكنني أن أجيب عليه من أسئلتكم أنتم المنتظرون والمنتظرات ثانيا أول سؤال أجيب عليه في هذه الحلقة ما هو أفضل عمل يقربنا إلى إمام زماننا الجواب إحياء أمره ثالثا إذا أردنا أن نحقق هذا الأمر على أرض الواقع لابد من إزالة الموانع والعوائق التي تحول فيما بيننا وبين إنجاز هذا الأمر العناوين الأولى البارزة الولائج والصنمية وأعتقد أن المضامين في زياراتهم في كلماتهم في رواياتهم الشريفة في آيات الكتاب الكريم واضحة جدا ولا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة وأذهب بكم إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم من الوجهة العملية لا بد أن نسلط الضوء على خصوصية الزمن الذي نتحرك فيه فأفضل العمل الذي يقربنا إلى إمام زماننا إحياء أمره والخطوة الأولى لا بد من إزاحة العوائق العوائق كثيرة لكن العائق الأكبر الولائج الصنمية هي التي تحول فيما بيننا وبين إحياء أمر إمام زماننا كما يريد هو لأن اتخاذ الولائج ولأن الصنمية إذا ما سيطرت على عقل الإنسان فإنه سيكون مشلولا حينئذ وسيكون مقادا باتجاه الوليجة أو باتجاه الصنم وصنم هو وليجة من الولائج والوليجة هي الصنمية بعينها لكنني أكرر هذا المصطلح مصطلح الوليجة لأنه ورد بشكل واضح في الزيارات وفي الروايات فضلا عن آيات الكتاب الكريم فهذا المصطلح مصطلح قرآني ورد في زياراتهم في رواياتهم في كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فما بين الوليجة وما بين الصنمية يضيع إدراك الإنسان ويتجمد عقله ويتحول الإنسان إلى كائن مبنج مقاد من حيث يعلم من حيث لا يعلم النتيجة هي هذه وهي واحدة وهنا لا يستطيع الإنسان أن يقوم بإحياء أمر إمام زمانه وفقا لمراد إمام زمانه وإنما سيقوم بإحياء أمر إمام زمانه هذا إذا تحرك بهذا الاتجاه وفقا للقالب الشيعي الذي صنعته الولائج وأشرفت الأصنام البشرية في الواقع الشيعي على إعداده وتهيئته كي يستطيع عامة الشيعة أن يتعامل معه الخلاصة هنا يجب علينا إحياء أمر إمام زماننا ولكن علينا أن نكنس الولائج وأن نطهر العقول من مرض الصنمية الوبئ وبعد ذلك علينا أن ننظر إلى خصوصية الزمن الذي نحن فيه نحن إذا عرفنا خصوصية الزمن فإن ذلك سيدفعنا في الاتجاه الصحيح ولربما يبعث الحماس فينا وتتحرك البوصلة الوجدانية للإنسان حينئذ بشكل سليم حين أتحدث عن الزمن إنني لا أغفل المكان فالزمان والمكان كلاهما يرتبطان بأحوالنا وطبائعنا وأعمالنا وأقوالنا فإننا لا نستطيع أن ننفك عن المكان ولا نستطيع أن ننفك عن الزمان وأنا هنا أريد أن أسلط الضوء على الزمان الزمن مرة يراد منه اللحظة التي نعيشها ومرة يراد من المقطع الزماني ربما هذا المقطع الزماني تولد قبل ولادتنا وربما تولد بعد ولادتنا ونموت ويبقى الزمان له مقاطع فعينما أتحدث عن الزمان إنني أتحدث عن الزمن الذي هو اللحظة التي أنا فيها ومراد من اللحظة التي أنا فيها عن الوقت الذي أعيشه الآن ومرة يكون الحديث عن المقطع الزماني الذي نعيشه جميعا أما عن الزماني الذي هو اللحظة التي نعيشها الآن فإنه شهر رمضان ولا يخفى هذا الأمر على أحد إننا نعيش هذه اللحظة من حياتنا وهذه اللحظة مراد منها هذه الأيام وهذه الليالي وهذه الساعات نحن في شهر رمضان وشهر رمضان له خصوصية كلكم يعرفون خصوصيته ولو بالإجمال شهر رمضان أفضل الشهور وتلك بديهة في ثقافتنا يعرفها الجميع وفيه ليلة هي أفضل الليالي ليلة القدر وليلة القدر في ثقافة الكتاب والعترة تقترن بعنوانين العنوان الأول الزهراء والعنوان الثاني إمام زماننا ليلة القدر هي ليلة فاطمة وليلة القدر هي ليلة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فنحن في شهر فاطمة ونحن في شهر الحجة بن الحسن هذا هو شهر رمضان شهر المعرفة وشهر الانتظار شهر ليلة القدر وليلة القدر عنوان لفاطمة وعنوان لإمام زماننا ليلة القدر هي ليلة الأمر وإمام زماننا هو صاحب الأمر النتيجة ما هي النتيجة نحن في شهر إمام زماننا شهر رمضان هو شهر الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأول مفردات هذا الشهر هو الصوم لا أريد أن أحدثكم عن أسرار الصوم وأبعاده وتفاصيله ولكنني بشكل موجز وأنا في أجواء الحديث عن إحياء أمر إمام زماننا وفي أجواء الحديث عن إزاحة وإماطة العوائق من طريق إحيائنا لأمر إمام زماننا وأبرز هذه العناوين الولائج والصنمية جرن الحديث عن خصوصيات الزمان وعن خصوصية اللحظة التي نحن فيها شهر رمضان وعن أبرز المفردات العملية في هذا الشهر وهو الصوم الحديث يحفظه الكثيرون عن رسول الله عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من صام صامت جوارحه والجوارح هي الأعضاء الجوارح هي الأعضاء الظاهرة عيوننا من الجوارح ألسنتنا من الجوارح أيدينا من الجوارح وهكذا أعضاء الجسد البشري أعضاء الجسم الإنساني الأعضاء التي تقوم بوظائف الحياة اليومية لهذا الكائن البشري هذه هي الجوارح من صام صامت جوارحه الكلام هنا هل يمكن أن تصوم الجوارح من دون أن تصوم الجوانح لابد أولا أن تصوم الجوانح حتى تصوم الجوارح وإلا من لم تصوم جوانحه لن تصوم جوارحه والمراد من الجوانح هو باطن الإنسان جوانح الإنسان عقله جوانح الإنسان قلبه جوانح الإنسان وجدانه ضميره تلك هي جوانح الإنسان هذا الكلام النبوي من صام صامت جوارحه إنه يشير إلى صيام الجوانح لن يتحقق صيام الجوارح من دون صيام الجوانح أما صيام الجوارح فأنتم تعرفونه والأحكام الفقهية التي تبين في الرسائل العملية تدور في أجواء صيام الجوارح صيام الجوانح حقيقة صيام الإنسان هناك وهي تنعكس في الواقع الخارج على صيام جوارحه صيام الجوانح صيام العقل صيام الروح فالإنسان يصوم صياما جسديا ويصوم صياما روحيا تلك هي حقيقة الصيام هذا الصيام عن الطعام والشراب هذا صيام جسدي وهو وهو انعكاس هكذا يفترض هكذا يفترض لكننا هل نحقق هذا على أرض الواقع أو لا إنني أتحدث في الاتجاه النظري لا أتحدث عن حقيقة عملية نطبقها أنا أو أنتم عمليا نحن نلتزم بهذا الصيام الجسدي بالانقطاع عن الطعام والشراب كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش هذا هو الذي نحن عليه الصيام الجسدي الامتناع عن الطعام والشراب والتفاصيل الأخرى هذا صيام الجسد صيام الجسدي يفترض هكذا أن يكون انعكاسا عن صيام العقل عن صيام الروح فمثلما يتطهر الجسد حتى عن المباحات في الصيام فضلا عن المحرمات الذي يمتنع عن الطعام المباح وعن الشراب المباح من البديهة بحسب المنطق السليم أن يكون مانعا لنفسه عن الطعام الحرام وعن الشراب الحرام هكذا يقول المنطق وهذا هو الذي يجب أن يتحقق على أرض الواقع هذا في الصيام الجسدي أما في الصيام الروحي في صيام العقل في صيام الجوانح على العقل أن يصوم عن كل فكر محرم وأول مصاديق الفكر المحرم على الأقل من الجهة العملية بحسب واقعنا الذي نعيشه هو الفكر الناصبي الذي يتخلل عقولنا صيام الجوانح على درجات صيام عن الفكر الحرام وأعلى منه درجة أنا أعتقد الصيام الأول ليس متوفرا في صيامنا ولكن للمعلومة أقول أعلى منه رتبة يعني أن من استطاع أن ينزه عقله عن الفكر الحرام صيام أرقى درجة أرقى هو الصيام عن التوافه عن الفكر التافه وإذا استطاع الإنسان فعلا أن ينزه عقله عن التوافه هناك الصيام عن الغفلة ألا يكون عقله غاطسا في الغفلة بأي درجة من درجاتها هناك ما هو أرقى من ذلك هو الصيام عن الارتباط بالوجود الجزئي يرتبط بالوجود الكل وكل هذا نظري لا نتلمسه لا أنا ولا أنتم في حياتنا لأننا أساسا نصوم صياما جسديا نمتنع عن الطعام والشراب والفكر الناصبي يخرق عقولنا ويخترق قلوبنا اختراقا هذا هو الموجود على أرض الواقع هذا الفكر الناصبي على جميع على جميع المستويات في المستوى العقائدي في المستوى التفسيري في مستوى قراءة التأريخ في مستوى تحليل الواقع في مستوى الفتوى والأحكام في كل ما يدور حولنا الفكر الناصبي قد اخترقنا اختراقا كبيرا هذا هو الذي يحول فيما بيننا وبين ان نقتطف ثمار الصيام انا اتيكم بمثال هناك وزير كندي قام بتجربة سيتحدث عنها ويحدثكم الفيديو عنها من انه صام شهر رمضان رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الوزير الكندي عن تجربة صيامه لشهر رمضان سيئة 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 مبارك سيئة رمضان العمضان عرمضان ملعان وضع رمضان رمضان سيئة لقد جزت رمضان رمضان سيئة سيئة الشيطان مع تحرين ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر الملاحظة الأولى واضح أن هذا الوزير الكندي قد أدرك جانبا من ثمار الصيام الجسدي وإنما أدرك ذلك لأنه تعامل مع هذا الطقس مع هذه العبادة بما هي هي بعيدا عن فكر ناصبي يجعلنا نربط العبادة بذلك الفكر لأننا هكذا تعلمنا بحسب قوانين الولائج وقوانين الصنمية أن نربط صيامنا بجهة ما بمجموعة ما وبما أن هذه الجهة أو هذه المرجعية أو هذا الشخص هو الذي يغذينا بفكر ناصبي فهذا الفكر الناصبي هو الذي يحول فيما بيننا وبين أن ندرك وأن نقطف ثمار صيامنا في شهر رمضان هذه هي الحقيقة هذا الوزير الكندي الذي ما هو بمسلم أدرك شيئا من ثمار الصيام لأنه لم يربط هذا الطقس وهذه العبادة بوليجة من الولائج وإنما تعامل مع الصيام بما هو صيام الملاحظة الثانية الرجل يصف شهر رمضان بالمبارك كما هو في كلمات أهل البيت بينما قنواتنا الفضائية والواقع الشيعي دائما يصفون رمضان رمضان كريم وهذا جاءنا من ثقافة المخالفين لأهل البيت ليس من ثقافة العترة الطاهرة في ثقافة العترة الطاهرة شهر رمضان يوصف بالمبارك ولا يوصف بالكريم لا أريد أن أدخل في تفاصيلي هذه الألفاظ والمصطلحات ولكن في أدعية أهل البيت في روايات أهل البيت في ثقافة أهل البيت شهر رمضان يوصف بالمبارك ولا يوصف بالكريم ولم يكن هذا الاستعمال معهودا في الأدبيات الشيعية ولكن بسبب الاختراق في كل شيء قد يقول قائل أن هذا ليس مهما إذا كانت القضية بحدود هذه الجزئية ولكن هذه الجزئية هي الأخرى تحدثنا عن اختراق الأعراف المخالفة لأهل البيت لواقعنا والألفاظ والعناوين والمصطلحات والحبل على الجرار أنا جئت بهذا الفيديو مثالا على أن ثمار الصيام يمكن أن تدرك متى إذا لم تربط بالولائجي الطاغوتية فإن كل وليجة من دونهم طاغوت وإن كل رجل ينصب من دونهم ويصدق في كل ما يقول فذلك طاغوت قد يكون هذا الرجل ليس طاغوتا في نفسه وإنما نحن نجعل منه طاغوت لنا قد لا يكون هو في نفسه طاغوت ولا يطلب الطغيان ولكننا نحن نصنع منه طاغوتا لنا لأنفسنا فإذا ربطنا العبادات وربطنا التكاليف بهذا الطاغوت فحينئذ ستفقد معناها نؤديها ولكنها من دون معنى ومن دون مضمون هذا الوزير الكندي أدرك جانبا من ثمار الصيام الجسدي أدركها وهذا الشيء الذي أدركه المسلمون الآن لا يدركون شيئا منه لا يدركون شيئا من هذا الذي أدركه لأنه تعامل مع هذا الطقس بما هو هو بعيدا عن الولائج وبعيدا عن الصنمية تعامل مع الأمر بما هو هو نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل يعودوا إليكم صيام الجوارح كما قلت قبل قليل لن يتحقق من دون صيام الجوانح وصيام الجوانح على مراتب كثيرة صيام عن الفكر الحرام صيام عن الفكر التافه صيام عن الغفلة صيام عن الارتباط بالوجود الجزئي وإنما يكون الارتباط بالوجود الكل وهو الارتباط بالاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرام الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره وهناك درجات أخرى تتجاوز هذه المعاني ولكن كل هذه المعاني مثل ما قلت هي نظرية بالنسبة لنا نحن حتى المستوى الأول ليس متوفرا لدينا يجب علينا أن نحاول ولكننا هل ننجح في ذلك أو لا أساسا هل نرغب في ذلك أو لا المراتب العالية لن أتحدث عنها مثلا الصيام عن الفكر التافه الصيام عن الغفلة الصيام عن الارتباط بالوجود الجزئي وأعلى من ذلك الصيام عن مطلق الشعور عن مطلق الشعور الإنساني هناك ما يتجاوز ذلك لنقف عند المرتبة الأدنى الصيام عن الفكر الحرام والفكر الحرام عنوان له مصاديق كثيرة ولكنني سأقف عند هذا العنوان الفكر الناصبي طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا إذا أردنا أن نصوم فعلا علينا أن نصوم عن الفكر الناصبي أن تصوم عقولنا أن تصوم قلوبنا عن الفكر الناصبي هذا الفكر الذي اخترقنا على المستوى العقائدي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الفقهي على جميع المستويات قطعا هذه القضية تحتاج منا أن نشخص هذا الفكر الناصبي ولن نستطيع أن نشخص الفكر الناصبي ما لم تتوفر لنا ثقافة في معارف الكتاب والعتر إذا ما توفرت لنا ثقافة ولو بحد معين لا بشكل مطلق ولو بحد معين إذا ما توفرت لنا ثقافة في معارف الكتاب والعتر يمكننا أن نشخص حينئذ على الأقل المواقع والمواطن التي هي في غاية الخطور وتشربت بالفكر الناصبي المخالف والمضاد لآل محمد قطعا كل ذلك بسبب مراجعنا وعلمائنا الأجلاء منذ بداية عصر الغيبة الكبرى من دون قصد سيئ منهم بسبب الجهل المركب بسبب اتعادهم عن حديث أهل البيت حدث الذي حدث فجاءت تفاسيرنا ناصبية بامتياز وجاءت كتبنا العقائدية ناصبية بامتياز هذا ما أعتقده أنا ليس بالضرورة أن يكون صحيحا عرضت الأدلة في برامج سابقة من أراد منكم أن يبحث عن الحقيقة بكل أبعادها عليه أن يراجع البرامج السابقة وأن يطلع على التفاصيل وبعد ذلك يحقق بنفسه في المطالب التي ذكرت في هذه البرامج أو في البرامج التي ستأتي تقريبا وصلت إلى نهاية حديث الذي خصصته لحلقة هذا اليوم ألخص لكم الحديث أفضل عمل يقربنا إلى إمام زماننا إحياء أمره هذا أولا لابد من إزاحة العوائق هذا ثانيا وتلك العوائق أبرز عناوينها الولائج والصنمية أما ثالثا علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار خصوصية الزمن وحين يكون الحديث عن الزمن قد يكون عن اللحظة التي نحن فيها كما نحن الآن في شهر رمضان وقد يكون عن المقطع الزماني والذي سيكون طويلا الذي نحيا فيه ويحيا الآخرون أما الزمان اللحظة التي نعيشها ونحن نعيش في شهر رمضان شهر رمضان هو شهر الزهراء وشهر إمام زماننا وليلة القدر ليلة فاطمة وليلة الحجة بن الحسن أبرز مفرداته الصوم هناك صوم جسدي وهناك صوم روحي صوم الجسدي وصوم الروح ومن صام صامت جوارحه ولن تصوم الجوارح من دون أن تصوم الجوانح وصوم الجوانح على درجات صوم عن الفكر الحرام صوم عن الفكر التافة صوم عن الغفلة صوم عن الارتباط بالوجود الجزئي إنه اتصال بالوجود الكلي صوم عن الشعور الإنساني وصوم وصوم وكل ذلك في عالم التصور عمليا يمكننا أن نتحدث عن صوم عن الفكر الناصبي الذي هو جزء من الفكر الحرام أن نقوم في هذا الشهر بما نستطيع أن نقوم به من تطهير عقولنا ومن تطهير قلوبنا بقدر ما نستطيع من تطهيرها من الأفكار المخالفة لأهل البيت التي حشرها في أذهاننا وفي عقولنا مراجعنا الكرام من دون قصد سيء الفضائيات والمنابر والمكتب الشعي مشحونة بفكر مخالف ومعاد ومضاد لمنهج الكتاب والعتر بحسبهم بحسب آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو الحديث عن الزمان في اللحظة التي نحن فيها أما الحديث عن الزمان في المقطع الزماني الذي نعيش فيه هذا ما أتركه لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا وهذا هو نداؤنا وصوتنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان إنا نسألك يا أمان الخائفين أيها القائم المؤمل والعدل المنتظر نسألك أمان الدين والدنيا والآخرة سلام عليك يا بقية الله في أرضه ترجمة نانسي قنقر